سجلت المؤسسة الوطنية للنقل البحر للمسافرين العام المنصرم 370 ألف مسافر من وإلى دول كفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بارتفاع قدر 25% مقارنة بسنة 2015 حسب ما أفاد به المدير التجاري للمؤسسة بوزناد كريمة الذي كشف أيضا عن تسجيل ما يفوق عن 1777 مسافر إلى إسبانيا وأكثر من 86 ألف مسافر إلى فرنسا العام اللي فات رفضنا 370 ألف مسافر و140 ألف سيارة نسبة آخر تعدى 25% مقارنة من 2015 وقال بوزناد إن المؤسسة تتوقع ارتفاع عدد المسافرين هذا العام لا سيما بعد التسهيلات التي قدمتها الشركة لصالح الجالية الوطنية في الخارج على غرار إقرار العربون لحجز التذكير شريطة استكمال سعرها كليا قبل شهر واحد من الرحلة مع تعزيز عدد الرحالات الخاصة من إسبانيا وفرنسا التي لقت ترحيبا كبيرا العام الفارط ما يعدل 30 ألف مسافر ما يعدل ثلاثمائة وسبعين ألف مسافرين سجلته المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين سنة 2016 وتوقعتها بارتفاع عدده في حدود الضحف إحدى التحديات التي تطمح المؤسسة بلغه هذه السنة